اشارة الامازون تشويس او خيار امازون في غموض كتير كبير من قبل امازون كيف بيقرروا انه يعطوا هيدا الاشارة لبعض البائعين التفاصيل بهيدا الفيديو اضافة برأيكم شو افضل البيست سيلر الافضل مبيعا او الامازون تشويس خيار امازون خلينا نبلش بهيدا الفيديو رح نحكي عن الطرق يلي من خلاله اذا تبعتوها ممكن امازون يعطوكم الامازون تشويس او خيار امازون طبعا هول الاشارات يعني امازون تشويس و بست سيلر الافضل مبيعا بيساعدوا كتير بزيادة المبيعات لانه العملاء على امازون و تيدخلوا و بيشوفوا هول الاشارات بيتحمسوا اكتر و بصير عندهم حشرية و فضول اكتر انه نيفوتوا على المنتج و بيساعدوا انه ياخدوا القرار لانه المنتج الافضل مبيعا من المفترض يكون جيد او اذا المنتج كان امازون تشويس خيار امازون يعني اكيد كتير جيد سو هول الاشارات رح نحكي عنهم طبعا الافضل مبيعا اشارة جيدة جدا لانه بتكونوا افضل مبيعا بالفئة يلي انتو فيها ولكن الافضل مبيعا اشارة صعبة جدا خاصة انه في شخص واحد باقع واحد بيكون عنده اشارة الافضل مبيعا لانه في شخص واحد فيه يكون رقم واحد بي الكاتجوري او الفئة ولكن الشي اللي ممكن تكونوا ما بتعرفوا انه اشارة امازون تشويس تنعطى لعدد كتير كبير من البائعين حتى اذا كانوا بنفس الفئة لانه اشارة الامازون تشويس تنعطى على الكلمة الرئيسية او الكيورد اذا بتفوتوا على امازون وبتكبسوا على و بتشوفوا منتج مثلا علاء اشارة امازون تشويس اذا بتحطوا الماوس بتشوفوا انه محطوط على كيورد اساسية على كلمة رئيسية وبما انه المنتجات عادة بيكون عندهم عدد كتير كبير من الكلمات الرئيسية يعني ممكن انه انتو عندكم فرصة اكبر لانه رح يكون في كلمات رئيسية عديدة انه يصير عندكم امازون تشويس من ما يكون عندكم الافضل مبيعا هلا قبل ما اخبركم شو هنه الامور اللي ضروري تعملوها لحتى تاخدوا اشارة امازون تشويس اذا هايدي اول مرة عم تحضروا فيديو على هايدي القناة هاي انا كريستيل مؤسسة امازون سيلرس سوسايتي وسيلرس سوسايتي وهدفنا من المجموعة والشركات انه نساعدكم وندعمكم بالبيع على امازون تحديدا بمنطقة شرق الاوسط وتركيا كمان اذا بتكن تعفوا معلومات اكتر عن الخدمات والكورسات وكل التفاصيل المجانية والمدفوعة رح تلاقوا كل التفاصيل على الموقع تبعنا www.assmedleyist.org واذا بتكن تخوضوا التدريب اجدد تدريب رح تلاقوا كمان التدريب المجاني موجود بسندوق الوصف باسفل هيدا الفيديو ما تنسوا تعملوا سبسكرايب بالقناة قبل ما يخلص هيدا الفيديو وتعملوا لايك كمان وتركوا لي تعليق اذا كان عندكم اي سؤال متعلق بالبيع على امازون الشغلية اللي رح تكتشفوه وتتبلش وتبيعه على امازون انه امازون عندن قوانين غامضة في عندن قوانين بالاحرى لازم نتبعها لحتى نكون عم نبيع بطريقة صحيحة على المنصة ولكن في امور مثل كيف اساس انه نقدر نجيب امازون ما بيعلنوا عننا علنا لسبب انه بدن يحموا جميع العملاء وبدن انه الباقيعين يتبعوا افضل طريقة ممكنة من دون ما يكونوا عارفين فعليا شو هن الخطوات اللي لازم يعملوها لحتى ياخدوا عمزون شويس لانه اكيد في بعض الباقيعين بيقسروا شوية الاونين لحتى ياخدوا النتيجية اللي هن بالدنياها اول شي لحتى نقدر ناخدها هيد العلامة او الاشارة ضروري انه يكون المنتج ويل ريتد يعني فيه تقييمات جيدة او ما فيه ابدا تقييمات ولكن افضل انه يكون فيه تقييمات والتقييمات ضروري تكون جيدة ثانياً ضروري أنه يكون المنتج سعره جيد سعره منافس بالأحرى مع المنتجات الآخرين اللي موجودين بنفس الفئة ثالثاً يكون in stock يعني عادةً ما في إشارة Amazon Choice على المنتجات اللي مقطوعة أكيد ثالثاً أنه يكون بينشحن لعند العميل بطريقة سريعة يعني أفضل يكون FBA وإذا كان FBM ضروري بتاريخكم أنتو ما يكون عندكم تأخير بتوصيل المنتجات لعند العميل ضروري أيضاً تعرفوا أنه ما فيه tracking system ما فيه نظام منقدر ندخله على المنصة أو أي نظام خارجي ممكن نستخدمه لحتى نعرف إذا عندنا Amazon Choice نعم أم لا هي بمجرد ما تضلكم تتطلعوا على صفحة Amazon وتضلكم عم تعنوا refresh للصفحة تبعكم لحتى تشوفوا إذا عطوكم Amazon Choice نعم أم لا يلي هي مفاجأة كتير حلوة وكتير سعيدة لعدد كتير كبير من البائعين يعني أهم شي غير الأمور يلي حكينا عنا سابقاً يعني الموضوع بسيط كل شي عليكم تعملوا هو أنه تنتبهوا أنه الليستنج تبعكم جيدة عم بيكون عندكم مبيعات وعندكم تقييمات جيدة هيدا كان كل شي لهيدا الفيديو إن شاء الله تقدروا تاخدوا Amazon Choice أو خيار Amazon لحتى تقدروا تقووا مبيعاتكم وأنا بنصحكم إذا إجاكم الـ Amazon Choice أو خيار Amazon حاولوا علوا سعر المبيع لأن العملاء مستعدين يدفعوا شوي أكتر للمنتجات يلي عليها Amazon Choice Badge أو Best Seller Badge من المنتجات يلي ما عليهم سوف يكون تستفيدوا من هيدا الموضوع شكراً لقلكم ما تنسوا تعملوا سبسكرايب بالقناة وأنا بشوفكم بفيديو جديد مع معلومات جديدة باي